وقعت شركة بيترول أبوظبي الوطنية أدنوك اتفاقية تمتياز مع الشركة الصينية للطاقة CFC بنسبة 4% في حقول أتكو البرية وستدفع الشركة الصينية رسمة مشاركة بقيمة 888 مليون دولار وتمتد الاتفاقية لأربعين عاما وتبدأ بئة الرجعي منذ الأول من يناير لعام 2015 وتعتبر الشركة CFC ضمن أكبر عشر شركات للقطاع الخاص في الصين وبتوقيع هذه الاتفاقية تنضم الشركة الصينية للطاقة CFC إلى CMPC وBP وتوتال وإمبكس اليابانية وجي أس الكورية وبذلك تكون أدنوك قد أتمت توقيع اتفاقية الامتياز بإجمال 40% من حقول أتكو البرية وفي لقاء مع سكاينوز عربية قال الرئيس التنفيذي لشركة أتكو سيف لغفلي إن مزيز الشركات التي وقعت مع أدنوك اتفاقيات الامتياز سيعطي زخما من الخبرات والشركات المختلفة مستقبلا تشكيلة هذه الجديدة بالإضافة إلى أدنوك اللي إلها 60% من نسبة الامتياز و40% للشركات الأخرى اليوم عندنا شركات فرنسية، شركة بريطانية، شركة يابانية، شركة كورية ووجهتين صينيين اللي هي شركة النفط الوطنية الصينية وشركة CFC هذا يعطينا مزيج من الخبرات ونموذج جديد بوجود مؤسسة مالية في هذا المزيج يعطينا فرصة بحيث بداية لشركات مختلفة إن شاء الله لنماذج أخرى تحت مظلة أدنوك وأضافة لغفلي أن أدكو سترفع إنتاجها من النفط إلى مليون وثمانئة ألف برميل يومياً بنهاية 2018 ومليوني برميل بنهاية 2020 طبعاً الاعتماد على التقنيات والتكنولوجي سيكون اعتماد كبير بالإضافة إلى الأداء المتميز والمحافظة على هذا الأداء الذي يهتم بالصحة والسلامة وشؤون البيئة الأهداف المطروحة اليوم على أدكو للوصول إلى معدلات الإنتاج تحدي كبير اليوم نتكلم على مليون وثمانئة ألف برميل على نهايات 2018 ورفع هذا الرقم إلى مليونين على نهايات 2020 طبعاً يتطلب محافظة عن الإنتاج الحالي وزيادة الإنتاج هذا يتطلب تقنيات، يتطلب مشاريع، يتطلب أداء مختلف ومتميز للوصول إلى هذا الهدف الشركات هذه والخليط هذا المزيج من الشراكات الأجنبية هذه المفروضة شركات أدكو تستفيد من هذه الخبرات التراكمية ونوظفها لتحقيق أهدافنا ترجمة نانسي قنقر